قصة النهاردة عن الدعاء اللي ممكن تدايق أم على أطفالها في لحظة غضب بسبب تصرفاتهم أو شقاوتهم طيب ممكن الدعوة دي تستجب ولا عشان هي من وراء القلب فعادي هتعادي أم نية أم لثلاث أطفال إبراهيم ونورة وعبد الرحمن ولادها الله يرحمهم كانوا أشقيه جدا من ضمن شقاوتهم أن هم غرقوا أقوليها مرة الشقة عشان يعملوا أكنوا حمام سباحة يعني في الصلاة فدعت عليهم في لحظة غضب وقالت لهم الله تغرقوا ما تلاقوا حد ينجدكم بعدها بفترة بسيطة ميكرو باس دا كان واخد الولاد لمدرستهم اتقلب بيهم في الترعة الولاد غرقوا ماتوا الأمة دلوقتي بتمر بظروف صعبة جدا بقى عندها إحساس إن هي اللي قتلت ولادها بدعوتها عليهم عشان كده منورونا ومشرفونا النهاردة دكتور هند بنا استشاري الصحة النفسية زيك يا دكتور أخبارك ايه منوروني في الموسم الجديد يا رب يا رب يكون موسم موفق كده إن شاء الله يا رب بشيتي دايما أنت الحنينة اللي بتبطبيع الناس فبنجيبك في الحلقات اللي بتبعي زي إنسان ايه يا علي إنه فيه أوقات ما ملماش عارفين نقول ايه صحيح هو لما ندع على عيالنا الدعوة بتستجاب هو إحنا لما ندع بحاجة وحشة ربنا هيستجيب إحنا دايما ندع بالخير ندع بأن الحاجة الحلوة تحصل يعني هل تعتقدي إن إحنا كبشر عندنا قوة أعلى من قوة ربنا إنه هو يعني ينفس حاجة سيئة للناس لو ما كانتش مكتوبة لهم أكيد لا فما فيش حاجة اسمها أم دعت بحاجة وحشة فده الحق خالص ده قدر بس دي الموتة اللي هي دعتها بالزبط ما هم حارقوا بيت أبل كده ونطوا منش ما قفوا على صوت بلكونة وفحروا أبل كده أكيد في نفس الوقت دعت بالحاجات دي ما ققاش حاجة هو نصيب وقدر ومكتوب له من أم يموتوا بالطريقة دي طبعا يعني ربنا يصبرها ويعزيها ويعزي قلبها ويقويها على المحنة اللي هي فيها كنا بنتكلم أنا وإنتي قبل ما نطلع أنه أنت بتشوفي الحاجات دي في العيادة شفت إيه شفت شباب وبنات ممكن يجوا حاسين بالأذى النفسي بسبب دعا الأم أو دعا الأب مش شرط يكون حصل لهم حاجة وحشة بس يبقى عندهم إحساس بفقدان الثقة فقدان الثقة في نفسهم وفقدان الثقة في الناس اللي حوليهم الموانا بعد نحن صغيرين يا أنت ماشي أنا عايز أحكي للقصة كده ما عفش دي أثار عيني بس أنا يعني أنت بتحكيها لي خالتها أو جدتها حد دي كان لها يحرق قلبك على شبابك هما بيجيبوا الدعوات دي مني هو الموروس القديم والعقل الجامع دي زمان كان مدي صورة كده لإيه لقدسية الكبار يعني لقدسية الأب أو الأمة أو الجد كان هما أخذين درجة عالية أن هما كلامهم بيتنفذ أو بيتحقق طب هما بيعملوا كده ليه هما ليه بيستغلوا الفكرة دي في أن هما يوجهوها الأولادهم أيوة نوع من العجز أحيانا عدم القدرة على الاحتواء عدم القدرة على حل المشاكل ما عندهمش قدرة على التفاهم مع أولادهم ما عندهمش فكر يوصلوا للأولاد بطريقة فيها وعي ما عندهمش عارفين يمسكوا نفسهم الغضب ما هو أنا لما أغضب على ابني أعرف أن أنا المسؤول عن سلوك ابني يعني سلوكه ده ما هو مش مولود بي ليه بقى؟ سلوك مكتسب الأطفال كلهم كده ما تلك كلهم مش إيه؟ وأنا دوري فين ما هو لازم يجرب عشان يتهزأ عشان يبقى كويس وأنا ليه بهزأ؟ ما هو أنا هزأت مرة شخطت مرة ضربت مرة دعيت مرة فقدت سلطتي خلاص ما بقاش لها دور تلقتي مش أجيب هدايا ومش أخرج لا التأثير ده بدأ يقل يعني ما بقاش لوقي ما دائما هي قالتلك أنا أمي أمي كانت بتدعي علي أنا وأخوتي وبعد شوية لقينا أن الدعوة عميلش حاجة طب هي تعمل والله أنا عارفة أن هي في مصيبة كبيرة حقيقي وربنا يصبرها بجد بس أهم حاجة أن تفهم أن هي مش المسؤولة هي حبيبتي كمان في وسط الخارج حبيبتي دعت عليهم يعني حبيبتي دعت بإيه يعني هي لو دعت أن أنت ربنا يوفقكم وتصبحوا ملوك هيبقوا ملوك أيو مش شرط دعوة الأم دي ليس يعني بينها بين الله حجاب دي بتوصل في الخير لما بتموت بيقولك ماتت اللي كنا بنكرمك من أجلها خلينا نتفق أنه هو الدعوة في الخير ربنا مش هيئزي حد أو هيعمل حاجة فيها يعني قدر ونصيب وحاجة مكتوبة علشان فلان دع على فلان وإلا ما كانت الناس كلها يعني كل فلان راحب دع على التاني يحصل له حاجة يبقى هو دع عليه أيوة ما احنا بنخاف من دعوة الناس فعلا ليكونوا مظلومين دي حاجة ودي حاجة يعني دعوة الظالم والمظلوم دي حاجة لكن أنا ما هنأ بقولك بس فكرة أن أنا أقول أن أنا هي دعت على أولادها فتوفوا بسبب الدعاء أيوة لا لا يا سيلي ماينفعش ده قدر ونصيبه مكتوب صافت أن هي كانت معتادة على هذا السلوك يعني أنا خليني أن أنا تبنى وجهة النظر التاني عشان برضو إيه ما أنا عايز أن نخافف من عندها إحساس الزم واضح جدا جدا بس يبقى فيه جدال رايح راجع عشان تقتنعوا اليوم في المياه دي ألا حاجة أقدر أقدمها صح جدا أكيد دي الكلام أنا ممكن ترده على أي أكيد دي بتقول كده يعني أنا أنا أتكلم بلسان حالها يا ربنا يعفو عنها ربنا يصبرها ربنا يقويها عليها فيه ولكن لن تعرف يا رقم واحد يا أمني أنت مش مسؤولة عن موتهم خلص دي حدثة قدرية أمر الله نصيب الأمهات بتدعي بالخير ده ربنا بيستجيب لي لأننا طب هو بقى التانين اللي بيبقوا ضحايا لدعوات الأم الوحش دي بقى اللي وحشة بقى دي بقى اللي وحشة حقيقي مش ضحايا في تلبية الدعوة أو اللي حصل نتيجة للدعوة لا في تأثير الدعوة النفسي عليهم يعني لك أنت تخيلي أني ممكن تجي لي بنت تقول لي أنا أمي بتدعي عليها طول الوقت تمام أنا حاسة أني دي مش أمي لما يكون أقرب حد ليه بيتمنى لي الشر أنا هصق الناس إزاي في الناس طب أنا هصق في نفسي إزاي أنا حاسة أني أنا مرفوضة وغير مقبولة من الناس إذا كان أقرب حد ليه بيتمنى لي السوق بيوصل بيوم الحال أنه بيقولي أنا بكرهها يعني أنا بكره أمي دي أن هي بتوصل معايا أنها بتتمنى ليه مهما كنت بغلط ومهما كنت وحشة ده لسان حالهم يعني مهما كنت بغلط ومهما كنت وحشة هي دورها تعدلني مش دورها ان هي تلوم علي او ان هي تمنلي الشر او الازى فدي حاجة صعبة جدا يعني ياريت ياريت كل اب وكل ام بلاش نستخدم الفكرة دي بلاش نستخدم الدعاء لان على الفكرة دي بتعبر عن عجزك بتعبر عن عدم قدرتك على التربية بتعبر عن انت ما عندكش الوعي الكافي ان انت تتعامل مع اولادك او ان انت حتى تقدر تعدل سلوكهم اللي هو مش عجبك يعني ان في رسالة امنية دولك بسرخ وبزعع اه وبتشروا اتحطوا اتجرانوا وانهياروا العيال وطلق اطفال مهما ان كانش قوتهم موجودة انت دورت فيه بس يعني ورده يعني عملوا بسين في البول ما هو تخيالي وصلوا يعني معنا كده ان هو استهتار استهتار لا او العيال بتفكر بتستخدم دماغها يا حبايبي استهتار بكلامها مهما تدعي يعني هم المرحلة اللي هي وصلت فيها هي واخوتها ان الدعاء بقاش يجيب نتيجة هم وصلوا لهم بدر طب تعايب انشوف ايه تعايين شوف الدعاء بيجيب نتيجة ولا لا طب احد من اهل الدين معانا مداخلة من الشيخ اشرف عبدالجواد كبير ائمة بوزارة الاوقاف سلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام يا استاذة ازاي حضرتك اخبار حضرتك ايه الله يكرمك ايه حكم الشرع بقى في الام اللي بتدي على عيالها او الاب اللي بتدي على عياله مولانا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللسان من اخطر جوارح جسد الانسان ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في رحلة من الرحلات فرجل من الأنصار لعن دابته فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزل متاعه من عليها ثم قال وده مربط الفرس وده الحاجة المهمة جدا اللي احنا بنحذر منها الأباء والأمهات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم وفي رواية ولا تدعوا على خدمكم يعني لما يكون حد عنده خادم أو خادمة ويعمل حاجة غلط فيدي عليه ليه لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم لا إله إلا الله طب المولايب أنا عايزة أسأل حركة هنا سؤال بقى هل الدعوة اللي بندعيها على عيالنا وإحنا متضايقين ممكن فعلا تستجاب تبقى في ساعة الإجابة دي؟ نعم لو صادفت لو صادفت ساعة إجابة تستجاب وهنا كان تحذير وهنا كان تحذير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أني ما نعملش ده بس إحنا من دعا يا مولانا ومن جوانا بنقول أنه لا أدى على ابن يوكرا اللي يقول أمين ما فاندم كلام مصبوط لكن الكلمة خرجت وما دام أنها خرجت وسمعت في هذه اللحظة من استجابة الدعاء قبلت وانتهى الأمر دي المشكلة حتى لو استغفرت يا مولانا وقلت له رب أنا كنت بقول من وراء قلبي؟ ما هو المشكلة أني لو صادفت ساعة الإجابة ما صادفتش ساعة الإجابة يبقى الموضوع إن شاء الله بإذن الله يعني لو صادفت ساعة الإجابة تبقى خلاص ما فيش أمر الله نفذ عشان كده لابد من حفظ اللسان لابد من عشان كده سيدنا النبي قال لنا إيه؟ ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب دي أهم حاجة إن أنا لما عيلي ينرفزني أو حتى اللي قدامي أيا كان هو مين ينرفزني أتحكم في نفسي عند اللي هو اللي سيلف كنترول لا تغضب لا تغضب بس يما ولنا أسألك على حاجة لو كان واحد بقى ظالم ودعوة وحشة وفي ساعة إجابة تستجاب؟ نعم طبعاً يعني هو اللي ظلمني ودعوته وحشة علي تستجاب؟ لا بص حضرتك سيدنا النبي قال إيه؟ دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله المظلوم مش الظالم طب أنا بقى في جدال مع الدكتورة هيند البنة منوراني هنا بتقول لي إنه مفيش حاجة اسمها إنه ممكن ربنا يستجيب لدعوة أم لو كانت وحشة ربنا بيستجيب الدعوات الحلوة بس طبعا إيه؟ الفكرة زي ما قلت لحضرتك لو صدفة تساعة الإجابة خلاص يبقى تكتبت وتسجلي شفت يا دكتور؟ قولي دكتور يا مولانا دكتوريند عايز تقولك على حالي يعني هل الدعوة بموت هتحقق حتى لو لم يقدر له الموت؟ ما هو حضرتك بتقولي كلام مصبوط الفكرة كلها في ساعة الإجابة ودي يعني دي بتبقى حاجة كده بتاعة قدر ربنا سبحانه وتعالي وزي ما حضرتك قلتي إن ده برضو بيبقى بقدر الله عز وجل لكن من المفترض والمفروض إن الإنسان يمسك لسانه طبعا بدا المتفقين عليه نعم يعني حركة عايز تقول بطريقة بطريقة ما نعم إنه ممكن الأم فعلا اللي دعت على عيالها إن هما يغرقوا ما يلاقوش حد ينجدهم دي الدعوة ربنا استجابت؟ للأسف صادفت ساعة استجابة إلا إلا الله شكرا الله دعائها فدي مشكلة أسأل الله عز وجل إنه هو بصراحة يعينها ويصبرها وطبعا أكيد إحساسها بالذنب إحساس فظيع جدا لإني كمان يعني مش ماتوا خلاص لا ده ماتوا بنفس الدعوة اللي هي دعتها فطبعا ده أكيد يعني من أثر تأثير سلبي جدا على نفسيته ربنا سبحانه تعالى يعينها ويصبرها ويقويها على مصابها حقيقة يعني طب أي وأنا عايزاك تقويها مولانا أن أحترم الاختلاف في وجهات النظر نعم وكأي إنسان عادية بختار وجهة النظر لتريحني من غير زعل إنه تريحني إنه لا يا رب إنه ده كان قدر ومكتوب عشان أنا أرتاح طبعا دلوقتي مش مرتاحة خالص يا مولانا وكانت بتحاول تنتحر عشان تتحلوهم لا 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 هذا خطأ يعني ما عليك شيء المشكلة بمصيبة أكبر منها أولا الانتحار في حد ذاته حرام وهو كبيرا لكن تصحيحا للمعلومة المنتحر ليس بكافر مدام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله ومات على ذلك لكن هو ارتكب كبيرا وجريمة يعني نسأل الله عز وجل يعني ربما إن حالا الإنسان بيكون تعبان نفسيا بيكون يعني بلغ مبلغ من قلة المقاومة أو ما شابه ذلك لكن يكفي أنني أقول لها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبض الله ولد عبده يسأل وربنا أعلم يسأل ملائكته قبضتم ولد عبدي يقولون نعم قبضتم فلذة كبده وثمرة فؤاده يقولون نعم فيقول الله عز وجل لملائكته ماذا قال عبدي فيقولون يا رب حمدك واسترجع فيقول الله عز وجل لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ربنا سبحانه وتعالى قال زي سيدنا النبي مولانا عليه الصلاة والسلام كان نفسه فولده لما توفوا نعم يقول ولا نقول ما لا يرضي الله يعني مننا لله ونراجعون حمد الله نقول ما يرضي الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرُ الصَّابِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة مصيبة عملوا إيه؟ وَلَوْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يراجعون عشان كده الإنسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى الواحد في الصدمة دي يلحق نفسه إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لا حول ولا قوة إلا بالله اللي بيلحق نفسه في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى مَنِبْتُلِيَ بِمُصِيبَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ جُرْنِي فِي مُصِيبَةٍ وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا منها إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ عَزَّ وَإِلَّهِ هي مَلَحْقِتش بقى يا مولانا تقدر تعود بقى أنه الوقت اللي فاتها دا تقدر تجدهد في الدعاء تجدهد في قراءة القرآن تجدهد في الاستقاط تجدهد في الصلاة تجدهد في الصلاة وإن شاء الله بإذن الله ربنا قادر على أن يريح نفسها ويطمئن فؤادها ويثلج صدرها إن شاء الله قلبها ونورتني وبعدين استفاية أن الأولاد دول هيكونوا فرط ليها في الجنة إن شاء الله يا رب الله أمين يعني هيكونوا في استقبالها إن شاء الله أنا بطمنها إنهم هيكونوا في استقبالها في الجنة إن شاء الله اللهم أمين ونورتني يا شيخنا وتسلموا على رأسنا ويكون كلامك في مزان حسناتك ويكون صبر قلبها وبشكرك اختلاف الرأي لا يفسد لولد أنا أتفق معها في فكرة أننا نازل نمسك لسنة ما ندعيش على أولادنا حتى وإن كانت هناك ساعة مستجابة لقدر حتى وإن كانت موجود ولكن تأثير الدعا النفسي على الأولاد كبير جدا تأثيره عليك أنت كأم بتدعي حتى لو لم يحقق في المدى البعيد أو القريب إحساس بالذنب العالي ولوم الذات والخوف وده اللي هو عندها طب الأطفال الأشئية دول بنعمل معهم إيه الأطفال الأشئية دول طاقة واب بلعب في الكهرباء ما هو معلش حضرتك بيقولك راكب براجبين صور البلكونة عملينه أولي حصان هموت فيها طبعا طبعا بترك أهم عليها حقيقة حقها حقها أنا ما اعتردش على الأول في أطفال أشئية كتير بس هم وصلوا لحد المستوى ده ازاي دماغه سواحيته لا ما حسمتش الأمور أنا لومي عليها الوحيد إنها ما عارفتش تحتوي ولدها ما عارفتش تربيهم صح ما عارفتش توجيه تقتهم خلي بالك الأم يعني ما تزعلوش مني من كترة بتعودي مع عيالك كتير وبتعويت زاي ومفتعمليش حاجة بتبكارت محروق وأنا ليه أنا بعد أخوفهم ببقوا أبوهم فين أبوهم اللي في القصة اللي بيلوم عليها اللي قالت ودي بيلوم علي ظهر مرة واحدة ويقولك بعملوا مية في عامل حمام سباحة عشان باباهم ما أودهمش نصير شوفيه خدي بالك هي في القصة كلها عمالة كل شوية ترمي الزنب على حد هي عايز تخفف ضغط الموضوع عليه مرة تقولك أمي كانت بتعمل كده وإحنا تربينا على كده جوزي ما هي ضحية هي ضحية ومش عايز أقول ليها مزنبة حقيقي بس أنا عايز هلوم عليها في حاجة واحدة بس إن هي ما عارفتش تسيطر ما عارفتش تربي ولادها بالحتواء هي ترسخ في ذهنها طريقة التربية اللي هي تربيت بيها اللي هي تربيت على الخوف من الدعاء زي ما مضحكت بتعمل طب التالي هي نفزت ده مع ولادها هي معرفتها بس فيه ستات كتير عملك مع اختلاف الزمن وفرق بينهم سنة وانتي سنة صغير ولا إحنا عدر الناس تخطفت منينا الدنيا تفتحت مفتوحة أكتر عشرين سنة أقوم ما خررنا يعني مش معقولة هنكون إحنا في الزمن ده زي أجدادنا وامهاتنا أكيد فيه اختلاف فيه وعي وإلي الإنسان مش هيتطور ده أنا حاسس أنه زمنهم كان أحسن مليون مار هم كانوا الأمور ثابتة واضحة محددة بالوقتي إحنا بس إحنا فيه معرفة أكتر فيه خبرة أكتر وهو إنت اللي يفرق عليك يفرق فيك كأم دلوقتي وقبل كده كنت بنت فرق عنك إيه إيه اللي فرق الخبرة اللي أنت اكتبتيها مش معقولة هتيجي تطبقي نفس الحاجات اللي تربيتي عليها وإلا ما بقاش في وعي طالما الحاجة اللي أنت تربيتي عليها أزتك أو سببتلك ألم في وقت ملوقات ما ينفعش يجي أعملها واستسهل زي ما هي قالت ما أنا بقيت إحنا بنبقى شبه أمهاتنا لأ إحنا قبنا إنعكاس ليهم بس أنا عندي وعي أنا بندج أنا بفكر أنا بتطور وإلا بقنا كلنا نسخ واحدة نسخ متكررة من أهلنا لأ ناخد بالنا كلنا أي أب وأي أم بيرب وأولادهم أنت عانيت من حاجة في حياتك أو كان أسلوب التربية بالنسبة لك غير مرضي أو سبب لك أزى نفسي ولقيت نفسك بتكرر ده وقف مع نفسك ستوب خد بالك أنت بتأذيهم بس إحنا بنبقى شبه أمه من غير من أقصد ما إحنا فين الوعي فين الوعي حتى لو بوعي بحسها جينز لا 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 دي حاجات مكتسبة يعني أنا سعب بالتارية أغلب السلوكيات مكتسبة أيها بس سعب بالتارية على حاجاتهم ما بيعملوا بلا نفسي بعملها بالظبط بس الحاجات دي ممكن أعد أقولي وانزاج بتاها كده حاجات هي بتتشكل جوانا خلاص هي بتتشكل فينا اللي يفرق هنا وهي بتحتاج مجهودة على فكرة اللي يفرق هنا الوعي بتاعي أن أنا أبدأ أغير ده يعني لو هي مثلا مثلا نفترض هي متعومة مهمتها متعودة تدعى ليهم فأنتي الدعاء في لسانك ماشي بدل ما قول حاجة قول رب نهديكم أنا متعودة على الدعاء قول رب نهديكم رب نيسامحكم ما هو إحنا مش بنربي مش بنربي طيب بنبذي المجهود بنغير عقل بنغير تفكير الموروس الزهني بتاع دلوقتي أهلنا كانوا بيعملوا كده يعني أصدق نقوم نفسنا والربي نفسنا معاهم وإحنا متقومهم طبعا ده مجهود كبير أول ده لود أفر الأمومة سأمي السهلة أنا ما جربتش فبتعرف أحكم الأسداني موضوع المجهود لو أنت عايزة تخلي أولادك أو طلعي جيل تاني مختلف عن الألم اللي أنت عشتي أو الأذى اللي أنت عنيتي في حياتك هتحاول تكتهدي هتجهدي نفسك في أنك أنت تطلعي أحسن ما عندك طبعا هي مامتها كنت بتدعي وما كانش بيحصل حاجة ما هو ده بقى اللي وراتها فإن هي تعمل كده طبعا ما حصلش حاجة بس هي تربط على إيه تربط على الخوف ماشي الخوف من إيه الخوف من ماما خلك على حاجة يا سيدي لما تيجي أم تكلم ابنها وتقول له إيه اسمع كلامي وإلى ربنا يزعل منك طبعا لا اسمع كلامي علشان واحد اثنين أنا الأم دي حاجة عظيمة قوي حبيبتي الطفل وعي ومش جايب ده الطفل وعي طبعا ما هو في الجنة في كل اللعبة اللي أنت عايزها لكن في النار مش تلاقي حاجة هتسمع كلامي بقى عشان تاخد اللعبة اللي أنت عايزها ولا توجع لي قلبي اسمع كلامي الأول عشان أنا ماما عشان أنا قيمة علشان أنا كيان عشان أنا عندي خبرة أقدر أوصلها لك عشان أنا يهمني مصلحتك وهكذا ولا عشان هقوم أجيب مش عارف إيه وجد أديك بيها أنا بربي هنا زي على القيسة هقود أقول بالراحة اسمع كلامي عشان أنا ماما اللي بتحبك آه آه يا سالي معلش ما هو أنت كاننا منتخب الزمان هو نجرناش حاجة وعايشين هو في النهاية أمنية دعت وبعد ما دعت بدوقتي بتلوم نفسها وحسب الزم ودرجة نها بتفكر في الانتحار يعني إحنا بنورط نفسنا في حاجات هو الإنسان اللي يفكر في الانتحار ده بيبقى وصل لدرجة إيه اختقاب شديد بيجي له إيه في دماغه يعني بيبقى حسب إيه يأس بيجي له إحساس ذنب عالي جدا جدا لوم ذات بصي هي بالضبط كده عندها صدمة كبيرة يعني بيقى فقد الشغف في كل حاجة لو أنا بصحة ليه هي دي مرحلة ايه بقى دي مرحلة قبل لمرحلة الانتحار مرحلة الانتحار أو أفكار الموت لما بتيجي في زهن المريض الاختقاب بيبقى مش شايف أي حاجة في الدنيا حلوة خالص ومش شايف نفسه أصلا مقبول ولا صندوش الشوارمة ولا الخروجة الحلوة ولا حاجة لها طعم معقول ولا حاجة لها معنى ولا عارف ينبسط لدرجة أنه بدأ يبدأ يحس أنه هو نفسه أصبح مؤذي لنفسه اللي حواليه طب هيه ممكن تنتحر بجد لازم علاج نفسي طبعا طبعا وبسرعة شديدة ليه لأن الأفكار الموت دي في لحظة ده قرار مؤجل بتفضل الفكرة في الزهن وفي أي وقت ممكن الموضوع يعني يزيد عندها إحساس اللوم شربنا بينزل سكينة وصبر من عنده حبيبتي في النفس اللوامة النفس اللوامة اللي هي حساها طول الوقت بتلوم نفسها بتلوم نفسها لو طلبتك هتعملي ايه ده طبعا ده ناس تقولك من غير ما تستنى هتديك الرقم من غير ما أفضل هي تستنى تطلبني أنا موجودة في أي وقت وهتحتاج تتعرض على طبيب تاني طبيب نفسي أنا هعالجها نفسيا أنا عليك سلوكوية فيه طبيب نفسي هتحتاج تتوقع موجودة معي أدوية يعني ممكن معرض معها الأول وأشوف هتشوف في كيميزة المخ والحاجات دي وصلت لها طبيب أنا هشوفها في أفكار أنا أصلي هتوصليها أفكارها وصلت لفين بس واضح بصي هي واضح أنا صدمة جديدة جدا الصدمة دي بتمر بأكثر من المرحلة طبعا الأول اللي هي لوم نفسها وبعدين تبدأ ترمي المسئولية على غيرها زي ما هي عملت وبعدين بقلك تائب الشديد وبعدين رغبة في الموت يعني مش ممكن تخلف غيرهم تاني يعني أنا عارفة أنه عمر بحاجة تعوض حاجة طبعا بس مش ممكن تدي لأمل في حقي أنت ممكن إليس في التلاتينات هو أنا عايز أقولها بس الأمل اللي وحيد دي تحطيه في المائك أو الفكرة اللي أنت تبدأ تشتغلي عليها يومناها لحد ما قابلك أو تتكلم معيك أن أنت مش مسئول ده قدر ونصيب وإنتي زي ما أنت شايفة أن أنت شايلة زم أقدر أقولك أن أنت كمان ضحية لأفكار بتقول أن الدعاء هو العمل كده لأن أنت تربيتي على كده هلوم عليك في حاجة بسيطة جدا وديت حاول تزفاديها في حياتك بعد كده خليك حاسمة خليك حاسمة في اللي بتعمليه في حياتك خليك حاسمة في القرار في اسلوب خلي بالك إحنا يحاول نوزنها وساعات ما بنعرفش يا تب يقوم جديد قوي يا تب يقوم في كارت محروق قوي ما تحرقيش نفسك كأم يعني ما تحرقيش نفسك كأم وتخلص كل أسلحتك ولا ضرب الدربة ده يعني هو منوع ووس آخر حاجة ممكن تلجأ له آخر 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 حدود زي أمهاتنا يعني زمان دي بتعرف تروحي يعدك تلاقي تحس الجلدة بيطلع كتر تب كي بتشوفي ده إيه أنا بشوفه عجز عجز ليه طبعا غسطيني يعني فيش حاجة أنا مش قادرة أزع قدام الناس عشان الناس ما تقولش علينا نحن بنعمل حركات وحشة قدامهم وبيلنعلي صوتنا حيما جايبات كده وقاعدين عادي حاجة اسمع الطفل غز أمه وليه ما بيسمعش الكلام هيموت نفسه لأ هيموت نفسه لأنك انت حرقتي بيجري بيعمل بيعمل شاية يا رهيبة حرقتي نفسك ما حطتيش ليكي معي الحدود اللي تخليه يرجع انت ضربتي وشتمتي العقاب هو الوسيلة يعني الصح ما فيش خروجة ما فيش تمرين في حاجتين لازم نشتغل بهم العقاب والثواب أوكي العقاب مش بشارة العقاب أوصل للدرجة الضرب بقى العقاب يعني العقاب ده بيشمل حاجات كتير أو ملدرجة ما فيش النهاردة تمرين وما فيش خروج مش موين بس خلاص ما فيش كده ما فيش موبايل ما فيش مش عارف ايه نبدأ كده وابدأ اقول ما فيش ليه يعني ابدأ اعلم عشان سيادتك ايه الادب ما تسمعش الكلام وزودتها بالزيادة لأني ليه اسمع الكلام انا لاقي متعتي في ان انا متعلق الصور عشان انت لو سمعت الكلام ممكن نجيب كدو وممكن ننزل نروح النادي وممكن نطول شوي ممكن معي فلوس وايه بحاجة ده كويس جدا بس دي ايه هنا ايه مؤقتة اما لعقول له ايه انا لازم انا ما فهمتوش الخطر فين اتحترم نفسك شان امك مش ده برضو ايه بقى يعني الوقت هو وقفت وصرقت وقفت 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 ما مش هايفهم يعني موت هايفهم ان فيه خطر هايفهم ان فيه أذى مفيش حد نفهمش الموت يعني احنا المستشوى تاخد حقنا مثلا حسنا بص يا سالي هو حسب مرحلة عمرية انا معرفش ولادها كان مرحلهم قدي بس هم في المدرسة يعني هم ممكن يكونوا ابتدائي اعدادي انا بحاول عمالة دور دوروا ايه حاجة عشان ما يحصلش ده تاني انا عايز اخفف عنها دلوقتي انا عايز اخفف عنها واعلم الامهات اللي بتشوفنا برضو بالضبط بان ربيش ولادنا على الخوف ايوان عايز اكي بقى كلمة اخيرة هنختب بها بقى ما تربيش ولادك على الخوف ربي ولادك على ان هم يفهموا يستوعبوا يستوعبوا اختار الاشياء يعني مثلا ابنك رايح يلعب في النار ها او يلعب في الكهرباء ما فيش وقت انه يستوعب ولا زم يخايف هو هقولك على حكا انا مش لسه هشرح هو عمل خلاص وانا انقصته وزعقتله خلاص كده اوضح له بقى الخطر ايه ما هو عابلها لعبة هو بيلعب هو بيستكشف يعني لوقفين على الصور البالوكوندر بيستكشفه مثلا اللي عملوا حمام سباحة بيلعبه هم وزهنهم مش جايب الأخطار طب اللي هي لكن انا لازم اواعيهم لازم افضل يبقى فيه لغة حوار بيني وبينهم مش هقول لأ وهي لأ ماينفعش طب ليه ماينفعش معلش ووضحي لي السبب ما صعب بيطولوا معاك برد انا بتقول ليه لأ عشان انت بتعملش ايه وعشان انت قليل أدب من الآخر ماينفعش يا سالي كده طب انا مش هبقيل أدب تاني ماينفعش يعني يعني الأدب بقى يعني يعني الأدب انا شايف دي متعسين يعني الأدب يعني انت بترد علي وانا بكلمك ما بتسمعش الكلام بتعمل حاجات كل حاجة النهاردة عملتها غلط يبقى فيه عقاب العقاب هي انا نهاردة مش هكلمك طول اليوم مثلا انا بيولا يفرق معهم من الآل بقى يفرق معها اه بيفرق طبعا والله اه بيفرق طبعا مش هكلمك ومفيش حاجة حلوة ومفيش كذا ومفيش كذا طول اليوم هنا انت اللي عملت لنفسك كأم قيمة مش خوفتي من قوة تانية من حاجة تانية يعني لان هي برس هي اكتشفت ايه معا لما كبرت هي اخوتها ان الدعوة بيعملش حاجة ممكن كل أولادها من بدل اكتشف ان الدعوة بيعملش حاجة السريخ والسويت اللي بتعمليه مش بيعمل حاجة ومتي ضربتونا مرة واثنين وخلصنا مفيش اصحب يقول لك اوه بيزبط كده نعم بيزبط كده ما انت عارف امك قلبها بيط اوه بالزبط كده يعني هي كده حارقت نفسها وحارقت نفسها فعليا وصلت للاحتراق اصلا معاهم ان هي بدأت تنهار بيغم عليها تدع عليهم دعاوي غير طبيعية لو احنا خلاص في السنة الدعا نبدل دي ربنا يهديك ربنا يسامحك ربنا يصلح الكلام اللي هو مفهوش ازا علشانك وعلشان افكارك انتي وعلشان لو اولاد نفسهم ما يحسوش ان هم فقدين الثقة اقرب حد لاي يتمنى للشر طب انا هلاقي الخير فين بشكرك ونورتيني وشكرا ومرسي انك هتتبني الحالة وكالطبيعي الحنينة نورتيني يا دكتوري استنونا بعد الفاصل استنينا يا امني هتكلم معك شوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة